أما الآن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة عضو مجلس النواب الناء فيصل العيساوي أهلا بك سيد فيصل أهم الفقرات المختلف عليها بشأن مشروع قانون الانتخابات نتمنى عليك أن تضعنا فيها وحتى الاثنين المقبل هل من الممكن تجاوز تلك الاختلافات أو حتى الخلافات بشأن الفقرات؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم ولمشاهديكم الكرام لا شك اليوم قانون الانتخابات هو من أهم القوانين وهو الأساس الذي ممكن أن تبنى عليه عملية سياسية ناضجة أو ممكن لا سامح الله أن تكون هذه العملية السياسية فيها أشكاليات كبيرة اليوم هناك شبه إجماع بين الكتل السياسية أنهم يريدون قانون الانتخابات يمثل طيف واسع من الشعب العراقي وله مقبولية من مكونات الشعب العراقي وكتل السياسية وجماهيره ومتظاهري لكن حقيقة حصل اختلاف في تأويل ما يريده المتظاهرون اليوم سمعنا أن المتظاهرين كانوا يطالبون بأن العراق كله يكون دائرة واحدة وأن النظام يكون رئاسي وبالتالي لكن بعض الكتل فسرت الموضوع بشكل معكوس وقالوا أن المتظاهرين وأن الجمهور وأن الشارع يريد أن تكون الدوائر دوار على مستوى الأقضية والنواحي أو على مستوى المرشحين يعني لكل مقعد انتخابي في المحافظة دائرة انتخابية وبهذا صار حقيقة خلاف في تفسير التصور يعني تفسير تمثيل الجمهور حدث فيه خلاف لذلك حصل هناك نقاش واسع وبالتالي كان واضح أن أغلب الكتل تريد الدوائر المتعددة ضمن المحافظة الواحدة هل نفهم من ذلك سيد فيصل؟ أعتذر منك لكن هل نفهم مما تفضلت به يعني هذا الاختلاف في تفسير ما يريده أو يتطلع إليه المتظاهرون هل نفهم من ذلك أن هناك حلقة اتصال مع خبراء قانونيين من المفروض أنهم يمثلون المتظاهرين أو يتقدمون ببعض الرؤى أو المقترحات التي تحاول على الأقل تضييق البون بين السلطة التشريعية وما يريده المتظاهرون لا وحقيقة ما يوصف له أن الرسالة المتظاهرين هي غالبا تصل بالإعلام المباشر أو الغير مباشر لا توجد هناك حلقات واسعة لذلك اليوم القانون يعني تشوف أغلب الكتل صار اتفاق على أنه دوائر متعددة ضمن المحافظة ويكون الفائز الأعلى أصواتا هو الفائز بغض النظر عن الكتل والأحزاب لكن أيضا في النسبة للدائرة الانتخابية حدث هناك خلاف هل الدائرة الانتخابية على مستوى القضاء الواحد أم الدائرة الانتخابية على مستوى المقعد النيابي الواحد وبالتالي أيضا الواضح أن الأمور تسير باتجاه القضاء أو الناحية يعني الوحدات الإدارية سيكون التقسيم على ضوء لذلك التأجيل هو حقيقة ما تأجلت بسبب الخلاف ولكن تأجلت لحسم وزارة التخطيط والمفوضية العليا وبعض الخبراء لتقسيم المحافظات جميعا إلى دوائر انتخابية على حسب تعدادها السكاني وقضيتها ونواحيها وبالتالي بعد إكمال هذا الجدول يعني تقريبا النصو سيدخل تعديلين إلى المجلس ويصوت على أحدهما بالنسبة لنوعية الدائرة الانتخابية لكن بمجرد إكمال الجدول الذي سيوزع الدوائر الانتخابية على المحافظات سيشرع مجلس النواف في التصويت وكان القرار غدا إذا اكتمل أو يوم الجمعة إذا اكتمل أو يوم السبت يعني لا يوجد موعد إسمه الثنين مجرد اكتمال هذا الجدول ليصوت عليه حتى لا يتم الالتفاف عليه الأحد نعم أيضا بودنا أن نستفهم منك سيد فيصل هل يمكننا الجزم بأن تطلعات المتظاهرين ستكون حاضرة وبقوة خلال التصويت على مشروع قانون الانتخابات خاصة أن في فترة سابقة أغلب مشاريع القوانين كانت تمرر بالتوافق يعني واقعا هناك ادعاة من الكل تدعي أنها ستلتزم بالمتظاهرين نحن حافظة اليوم طرحنا في نهاية الجلسة ميثاق شرف بين بعض الكتل وسنعمل عليه في الأيام القادمة لنرى مصداقية الكتل جميعا ووضوحها مع شارعها اليوم الشارع بشكل واضح مطالبة بتغيير الحكومة ومطالبة بتغيير المفوضية ومطالبة بتغيير قانون الانتخابات هو كل هذا لهاجس واحد أنه يريد أن يهيئ فرصة لظهور طبقة سياسية غير الطبقة السياسية الموجودة هذا الهاجس الكل متفقين علي لذلك اليوم طرحنا فكرة كتلتنا بشكل مباشر أن نطرح ميثاق شرف أننا الكتل جميعا المشاركة اليوم التي شاركنا بالفترة الماضية نوقع ميثاق شرف أننا لا نشترك في الانتخابات القادمة لا ككتل ولا كأحزاب ولا كمرشحين معلنين أو غير معلنين ونوقع على هذا ميثاق الشرف ونقسم أمام شعبنا على ذلك نعم ولا كنواب كان في المرحلة القادمة لذلك اليوم حقيقة أن هذا ميثاق الشرف نعم انطلاقا من ميثاق الشرف ليس بعيدا عن هذه النقطة سيد فيصل يعني ما يتعلق بقضية اختيار رئيس للوزراء يعني كانت هناك اعتبارات لذلك الاختيار هذه الاعتبارات ما زالت حاضرة أم هناك اعتبارات حالية يعني ستأخذ بنظر الاعتبار من قبلكم في اختيار رئيس وزراء جديد طبعا بمعية رئاسة الجمهورية وهل نتحدث عن رئيس وزراء لمرحلة انتقالية سيتقدم بوزارة جديدة أم هناك يعني أيضا ما سيفرضه الواقع في التحرير وفي غيرها يعني بشكل واضح نحن كنواب وقعنا بحدود 190 نائب على مواصفات لرئيس الوزراء القادم أن يكون مستقل وأن يكون ليس له رغبة ولا يقبل أن يرشح ويدخل داعم في الانتخابات القادمة وأن يكون مقبول من الجماهير ومن الطيف السياسي في داخل العملية السياسية أو خارجها وبالتالي احنا مصرين على هذا المطلب أغلب الكتل هي متمسكة بهذا الشيء أغلب الكتل هي اليوم ليست حريصة أن تقدم شخص رئيس الوزراء لأن تعرف أولا المدة قصيرة هي ربما ستة شهر أو أكثر أو أقل لحين اجراء الانتخابات المبكرة وثانيا أمام رئيس وزراء تحديات كبرى في إعادة الشارع واستقرارها وإعادة الحياة الطبيعية إلى مؤسسات الدولة بشكل كامل ومحاسبة من تسبب بقتل المتظاهرين وإجراءات كلها صعبة وخطرة وحساسة لذلك اليوم لا يوجد حرص حقيقة من الكتل أن تقدم رئيس وزراء من قبلها لكن أكيد الكل تريد أن تقدم رئيس وزراء قادر على أن يتصدى للمرحلة القادمة واستقاقاتها ويتحمل المسؤولية بشكل كامل ويوصلنا إلى بر الأمر نعم وهو طبعا ما يأمله أيضا الجميع عضو مجلس النباب الناء فيصل العساوي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة شكرا جزيلا لك